اهلا بكم التعرف على الجذور المتشابهة وجمع وطرح الجذور المتشابهة وضرب ثنائيتين حد جذرية واستعمال المرافق لانطاق المقام اولا ما هي الجذور المتشابهة هي ان يكون الدليل نفسه وما تحت الجذور من المقادير نفسها اما جمع الجذور المتشابهة وطرحها هو ان يكون تبسيط كل جذر على حدة قبل محاولة تجميع الحدود المتشابهة وان نجمع الحدود المتشابهة بنفس اسلوبنا لجمع احاديات الحدود يعني لازم يكون ما بداخل الجذر والجذر نفس القيمة وبالتالي علشان يكون في عندي جمع او طرح لابد من تحقيق الشرط الاساسي هو ان تكون الجذور متشابهة سأخذ مثال بسط العبارة الجذرية جذر 98 ناقص 2 جذر 38 سؤالي هذا الجذر 98 بإمكاني ان ابسط هذا الجذر او ان احلله كيف؟ 98 هي حاصل ضرب 2 في كم؟ في 49 طيب 49 هذه هي 7 تربيع إذن 98 تحت الجذر هي جذر 2 في 7 تربيع ناقص 2 جذر 32 هذا الجذر 32 هو 2 في كم؟ 2 في 16 وبالتالي 16 هي 4 تربيع إذن 2 تنزل كما هي و32 هي حاصل ضرب 2 في 16 وال16 هي 4 تربيع الآن بإمكانك انك تطلع هذا السبعة تربيع خارج الجذر وبالتالي 7 جذر 2 ناقص 2 في 4 لأنك تطلع الاربعة تربيع برا عندك كم؟ 4 4 في 2 8 جذر 2 الآن وحتى الجذور هنا جذر 2 وهنا جذر 2 إذن 7 ناقص 8 كم؟ 7 ناقص 8 سالب 1 وجذر 2 ينزل إذن سالب 1 جذر 2 أو سالب جذر 2 كأنه عندك هذا متغير X و X أو Y و Y 7 X ناقص 8 X بناقص X طيب ما جانا X الآن جانا جذر والجذور متشابهة إذن 7 جذر 2 ناقص 8 جذر 2 بناقص جذر 2 تدريب بالنفس السؤال سأبسط العبارة الجذرية التالية 4 جذر 8 زائد 3 جذر 50 الثمانية هي حاصل ضرب 2 في 4 والخمسين هي حاصل ضرب 2 في 25 وبالتالي 4 جذر 2 في 2 تربيع زائد 3 في جذر 2 في 5 تربيع الآن بإمكانك أنك تخرج 2 تربيع بره 4 في 2 ثمانية إنه 8 جذر 2 زائد 3 في 5 15 جذر 2 8 زائد 15 كم؟ 23 وبالتالي 23 جذر 2 تدريب بسط العبارة التالية أيضا 5 جذر 12 زائد 2 جذر 27 نقص جذر 128 الهدف عندي في هذا السؤال وفي الأسئلة السابقة وهذا السؤال هو أن تحاول جعل جميع الجذور متشابهة بمعنى الاثنعش هي حاصل ضرب 3 في 4 27 هي 3 في 9 والمئة 28 هي 2 في 64 إذن 5 جذر 12 5 جذر 3 في 2 12 تربيع زائد 2 27 هي 3 في 9 يعني 3 في 3 تربيع نقص 128 هي 2 في 64 و64 هي 8 تربيع الآن 5 في 2 10 جذر 3 تنزل 2 في 3 6 جذر 3 ينزل نقص 8 جذر 2 10 جذر 3 6 جذر 3 8 جذر 2 بإمكانك أنك تجمي فقط الجذر 3 مع بعض 10 زائد 6 16 جذر 3 نقص 8 جذر 2 نأتي إلى ضرب العبارات الجذر 3 نضرب العبارات الجذر 3 بنفس طريقة استعمال التوزيع لضرب ثنائيتين حد بمعنى A زائد B في C زائد D لاحظنا يوزعنا A مع C والA مع D ثم الB مع C والB مع D نفس الكلام لو عندي ناقص A في C A في D ناقص B في C ناقص B في D نفس الكلام A في C A في سالب D يعني سالب A D ثم B في C ثم B في سالب D يعني سالب B D أو A ناقص B في C ناقص D A في C A في سالب D بسالب A D سالب B في C سالب B C سالب B في سالب D بموجة B D مثال بسط العبارة الجدرية 4 جدر 3 زائد 5 جدر 2 بينقوسين في 3 جدر 2 ناقص 6 بينقوسين اتوزع 4 جدر 3 مع 3 جدر 2 مع الناقص 6 لنصل الكلام 5 جدر 2 مع 3 جدر 2 مع الناقص 6 اذا وزع 4 جدر 3 في 3 جدر 2 زائد 4 جدر 3 في ناقص 6 ثم زائد 5 جدر 2 في 3 جدر 2 زائد 5 جدر 2 في ناقص 6 الآن بإمكانك أنك تبسط جميع المقدار هذا 4 جدر 3 في 3 جدر 2 4 في 3 12 والجدر 3 في 2 جدر 6 إذا 12 جدر 6 4 في سالب 6 بسالب 24 جدر 3 ثم 5 في 3 15 جدر 2 في جدر 2 جدر 4 جدر 4 2 يعني 5 في 3 15 15 15 في 2 30 إذن هنا 30 5 في سالب 6 سالب 30 جدر 2 بنفس السؤال 6 جدر 3 ناقص 5 في 2 جدر 5 ناقص 4 جدر 2 توزيع 6 جدر 3 في 2 جدر 5 زائد 6 جدر 3 في سالب 4 جدر 2 زائد ناقص 5 في 2 جدر 5 يعني ناقص 5 في 2 جدر 5 ناقص 5 في ناقص 4 جدر 2 يعني ناقص 5 في ناقص 4 جدر 2 نبسط المقدار 6 في 2 12 جدر 3 في 5 جدر 15 6 في سالب 4 سالب 24 جدر 3 في 2 بجدر 6 ناقص 5 في 2 بناقص 10 جدر 5 ناقص 5 في ناقص 4 بموجة 20 جدر 2 تدريب آخر 7 جدر 2 ناقص 3 جدر 3 في 7 جدر 2 زائد 3 جدر 3 هنا لو نلاحظ أن الحد الأول والحد الأول متشابهان والحد الثاني والحد الثاني متشابهان إذن ليش ما أضرب 7 جدر 2 في 7 جدر 2 الكل تربيع ناقص 3 جدر 3 و3 جدر 3 الكل تربيع إذن 7 جدر 2 لكل تربيع ناقص 3 جدر 3 الكل تربيع وزع الأس 7 تربيع جدر 2 تربيع ناقص 3 تربيع جدر 3 تربيع 7 تربيع 49 جدر 2 تربيع بكنين إذن 49 في أثنين ناقص ثامة تربيع بتسعة جذر ثلاثة تربيع بثلاثة 49 في أثنين بثمانة تسعين بتسعة في ثلاثة سبعة وعشرين إذن 98 نقص 27 بواحد وسبعين سنستعمل الآن المرافق لإنطاق المقام ما هو المرافق أولا؟ المرافق هو يعتبر كل من ثنائيتين الحدود التي على الصور التالية A جذر B زائد C جذر D مرافق هذا هو A جذر B ناقص C جذر D A جذر B زائد C المرافق حقه A جذر B ناقص C أما مرافق A زائد B جذر C هو A ناقص B جذر C طبعا كل واحدة مرافق هذه الأخرى ويمكن استعمال المرافق لإنطاق المقام معلومة عندي أخرى هي أن حاصل ضرب عددين مترافقين هو عدد نسبي نأتي إلى ضرب ثنائيتين حدود مترافقة A جذر B زائد C جذر D في A جذر B ناقص C جذر D بنفس السؤال السابق الذي حلناه لو اللحظنا الحدود الأولى متشابهة والحدين الثانيين متشابهين إذن تساوي A في A A تربيع جذر B في جذر B هو B والناقص ينزل لأن زائد في ناقص ناقص C في C سي تربيع جذر D في جذر D ثم بعد ذلك A جذر B زائد C في A جذر B ناقص C A في A A تربيع جذر B في جذر B في B C في C سي تربيع والزائد والناقص يطلع عندي ناقص إذن A تربيع B ناقص C تربيع أما آخر ثنائيتين حدود مترافقة هي A في A A تربيع زائد في ناقص ناقص B في B بتربيع جذر C في جذر C بC مثال بسط العبارات الجذرية 2 على جذر 5 ناقص 1 إذن 2 على جذر 5 ناقص 1 هو 2 على جذر 5 ناقص 1 في مرافق المقام مرافق المقام هو جذر 5 زائد 1 بسطا ومقاما الآن 2 بين قوسين جذر 5 زائد 1 أما في المقام جذر 5 في جذر 5 جذر 5 تربيع ناقص في موجة بناقص 1 في 1 1 تربيع فك الآن بسط المقام البسط ذلك ما هو المقام جذر 5 تربيع ب5 1 تربيع ب1 إذن 5 ناقص 1 ب4 إذن 2 جذر 5 زائد 1 على 4 2 على 4 في هذا المقام 2 إذن جذر 5 زائد 1 على 2 2 بسط العبارة الجذرية الآتية 3 على 5 زائد جذر 2 إذن هذه لا بد أن أضرب في مرافق المقام وبالتالي 3 على 5 جذر 2 يساوي 3 على 5 جذر 2 في 5 ناقص جذر 2 في البسط على 5 ناقص جذر 2 في المقام إذن في البسط 3 في 5 ناقص جذر 2 وفي المقام 5 في 5 خمسة تربيع موجف في سالب سالب جذر 2 في جذر 2 في جذر 2 تربيع يساوي البسط كما هو وخمسة تربيع ب25 ناقص ينزل جذر 2 تربيع ب2 الآن 3 في 5 ناقص جذر 2 على 23 تقويم أي من العبارة الآتية تكافئ العبارة الجذرية جذر 8 زائد جذر 18 هل هي A أو B أو C أو D أولا جذر 8 هي حاصل ضرب جذر 4 في 2 و18 هي 9 في 2 الأربع جذرها كم؟ الأربع جذرها 2 والتسعة جذرها 3 إذن 2 جذر 2 زائد 3 جذر 2 الآن الجذور متشابهة إذن أجمع 2 مع 3 كم يساوي؟ يساوي 5 جذر 2 أبالتالي لما أدخل الخمسة جوة راح تكون 25 25 في 2 ب50 إذن تحت الجذر كم؟ ب50 إذن الإجابة هي ماذا؟ الإجابة هي D أيضا بسط العبارة التالية جذر 75 زائد جذر 12 جذر 75 هي جذر 25 في 3 وجذر 12 وأربعة في 3 الآن 25 جذرها كم؟ جذر 5 جذر الأربعة 2 إذن 5 جذر 3 زائد 2 جذر 3 5 جذر 3 زائد 2 جذر 3 5 زائد 2 كم؟ ساوي 7 إذن 7 جذر 3 الإجابة هي ماذا؟ الإجابة هي D بسط العبارة الجذرية الآن هل الإجابة A أو B أو C أو D؟ إذن 2 هنا في القوس هذا كاملا 2 في 3 ناقص جذر 5 زائد جذر 5 في القوس هذا كاملا جذر 5 في 3 ناقص جذر 5 وزع 2 في 3 6 2 في ناقص جذر 5 بناقص 2 جذر 5 جذر 5 في 3 ب3 جذر 5 جذر 5 في سالب جذر 5 بسالب 5 6 ناقص 5 بواحد وناقص 2 جذر 5 زائد 3 جذر 5 بجذر 5 إذن 1 زائد جذر 5 الإجابة هي LA قيمة العبارة الجذرية 1 على جذر 2 ناقص 1 هي 1 على جذر 2 ناقص 1 يساوي 1 على جذر 2 ناقص 1 في مرافق المقام ومرافق المقام بسطا ومقاما هو جذر 2 زائد 1 في البسط على جذر 2 زائد 1 في المقام الآن يساوي 1 في جذر 2 زائد 1 كما هو في البسط أما المقام جذر 2 تربيع ناقص 1 تربيع يساوي جذر 2 زائد 1 في البسط والمقام جذر 2 تربيع ب2 والواحد ينزل كما هو 1 إذن جذر 2 زائد 1 على 1 إذن جذر 2 زائد 1 والإجابة هي LA ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ تعلمنا أن الجذور المتشابهة يكون دليلها نفسه وما تحت الجذر يكون له نفس المقدار أما جمع الجذور المتشابهة هي أن أبسط كل جذر على إحدى قبل محاولة تجميع الحدود المتشابهة ثم نجمع الحدود المتشابهة بنفس أسلوب جمعنا لأحاديات الحدود نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته